اشتركوا في القناة وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته من السور القرآنية المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام سورة الداهر أو سورة الإنسان هذه السورة فيها ذكر لأمير المؤمنين ولفاطمة صلى الله عليهما يوفون بالناذر إشارة إلى عمل معين هذه الآيات نعم في كتب الفريقين نازل في حق علي وفاطمة ويطعمون الطعام إلى آخره ليست قصة فرضية أو قصة خيالية ناظرة إلى جماعة بعينهم إذن سورة الداهر سورة الإنسان سورة مرتبطة بأهل البيت عليهم السلام في سورة الفاجر أيضا يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك أيضا هذه السورة فيها إشارة لسيد الشهداء صلوات الله عليه الذي يدمن على قراءة سورة الفاجر يصبح له تعلق بسيد الشهداء هذه ثانيا السورة الثالثة طبعا الآيات في أهل البيت كثيرة نازلة إنما وليكم الله آية الغدير إسنا في مقام الحاصر كلامنا في بعض السور ومنها الكوثر إنا أعطيناك الكوثر هناك بحث بين العلماء بين من يتدبر في القرآن الكريم رب العالمين متى يقول إنا ومتى يقول إني هكذا يقال وهو ليس ببعيدا عن التحقيق إني أنا الله خطاب لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى يقال في مقام المؤانس والنطف رب العالمين يستعمل كلمة إنني ولو في بعض الموارد في مقام التفخيم نحن لا يقول أنا رب العالمين يستعمل هذه الصيغة في هذه السورة أيضا عندما يذكر الله عز وجل العطية المميزة لحبيب العطية المميزة لحبيبه وقال ظاهر هو كذا التمليك التمليك أعطي فلان كأنه سلطناك على هذه النعمة ثم يخاطب النبي ما قال إنا أعطيناه أو إنا أعطينا يخاطب النبي بهذه الموهبة العظيمة الكوثر الكثير من الخير ما هذا الخير الكثير الذي أعطي النبي أعطي مالا ذكرنا في بعض الروايات أن النبي تمر عليه الأيام وهو لا يأكل خبزا أي مال هذا أعطيناك جاها وملكا النبي ليس له ملك الملوك مثلا النبي بقي ذكره من خلال من؟ من خلال ذريته قرنان ونصف نعم قرنان ونصف 260 من الهجرة تقريبا وذرية النبي هم الذين يبلغون الشريعة بدءا من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي روحي له الفدى وهذا الإمام وهذا الإمام مدخر لآخر الزمان يعني قرون وقرون وذكر النبي من خلال ذريته هذه الذرية كلها من خلال حبيبته فاطمة صلوات الله عليها إذن كوثر خير كثير أجر الله عز وجل من خلال حبيبته فاطمة البعض يقول كوثر نهر في الجنة الآن بأي مناسبة تأتي الآية فصل لربك وانحر الإنسان متى ينحر متى يذبح الذبيح كما يقال عندما يأتيه مولود صل لله شكرا وانحر هذه مناسبة كبيرة إذن ملخص الكلام إشارة سريعة البعض كان يتهم النبي بأنه أبتر ولد له ذكران قبضهم الله في صغر سنهما إذن هذا الكلام شاع بين المنافقين النبي لاعقب له وتأتي الآية وتقول إن شامئك هو الأبتر الذي يعيرك يا رسول الله بالأبترية هو الأبتر بهذه المناسبة بعض العلماء جمع مجموعة من الآيات الطريفة نذكرها بالمناسبة النبي يعير بالأبترية رب العالمين كافأه بالكوثرية النبي كان حزينا لفراق وطنه مكة فيها بيت الله النبي أخرج من مكة قسرا رب العالمين طيب قاطرة قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد النبي كان قلقا له قلق على كتاب الله عز وجل الإنجيل حرف التوراة حرفت نعم الشياطين من الممكن أن تدخل على الخط وإذا برب العالمين يطمئن المصطفى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يعني يا رسول الله قرعينا النبي يخشى من عذاب الأمة قوم لوط قوم نوح قوم الصالح قوم الثمود تعرفون الأمم السابقة نزل عليها العذاب خسفا مسخا مطر من السماء رفادع إلى آخره كان في قلبه هذا الهم وإذا برب العالمين يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اطمئن يا رسول الله النبي يخشى على أمته يوم القيامة الخطاؤون منهم أو قل المذنبون منهم يدخل النار ثقيل على النبي من يتشهد الشهادتين هكذا يصنع به رب العالمين طمأنه قائلا ولسوف يعطيك ربك فترضى أي نعطيك مقام الشهادة وأخيرا استفادات طريفة من القرآن الكريم يقول كان نعم يخشى على ثبات الخلاف في أولاده الآن أمير المؤمنين رفع يده في غديركم ولكن في قلبه قلق على الخلافة الإلهية في الأرض فأنزل الله عز وجل ليستخلفنهم في الأرض ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض إذن من مجموع هذه الآيات الكريمة استفدنا أن الله عز وجل كان يلاحق نبيه صح التعبير كل قلق في قلبه يزيله بآية وعلى رأسها الكوثرية بعد أن اتهم بهذه التهمة إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر